علامات تدل على أنك لم تتجاوز حبك السابق السلام عليكم يشبه الارتباط بشخص ما عملية صهر معدنين معا في قالب واحد ولذلك فإن فصلهما لن يكون عملية سهلة وسيسبب الكثير من الألم للطرفين وستبقى هناك بعض البقايا العالقة بك من شريكك ولن تتمكن من إزاحتها من داخلك بسهولة ونظرا لصعوبة المهمة سيحاول بعض الأشخاص إيهام أنفسهم بتجاوز الأمر رغم أنهم لم يقتربوا من ذلك حتى وها هي أهم الحيل التي يمارسها هؤلاء على أنفسهم لا إراديا لإقناعها بذلك والتي يدل وجودها لديك على أنك أكثر هشاشة مما تتصور ولا تملك مرونة كافية لمساعدتك على التغلب على الانفصال العلامة الأولى تفكر في أن تراه صدفة فلنتفق على أن الصدف لا تسمى صدفا عندما نخطط لها لذلك فإن تواجدك في أماكن اعتاد شريكك السابق على التواجد فيها مثل المقاهي والصفوف المشتركة والحفلات الجماعية التي يحب أن يحضرها يعبر هذا عن رغبتك الواضحة في رؤيته عبر نظرات خاطفة ترميه بها من بعيد ويبدو أن السبب الأكثر قوة أيضا هو أنك تريد أن يراك هو بدوره لتتحرك مشاعره قليلا اتجاهك ويستيقظ ضميره النائم ومع تمام علمك بأن ذلك لن يحصل ستبدو محاولاتك تلك يائسة جدا ومؤذية لصورتك أمام الآخرين العلامة الثانية تشعر بالتوتر عند رؤيته هناك السببان فقط قد يدفعاني نبضات قلبك للتسرع عندما ترى شخصا ما إما أنك تخاف منه أو تحبه وبما أنه ليس مسلحا وليس عضوا في لجنة الامتحانات الجامعية فبالتأكيد الخيار الثاني هو المتوقع لذلك حتى لو حاولت إخفاء ارتباكك عبر التركيز على باقي الحضور والعبث في هاتفك أو شعرك أو عبر الانسحاب من المكان هذا كله دليل على أنك لا تزال تحمل في قلبك شيئا اتجاه وتهتم لوجوده العلامة الثالثة تحاول أن تتصرف معه بحيادية قد ترغب في معاملته على أنه شخص عادي لم تجمعك معه أي علاقة من قبل لأن ذلك يوحي بأنك تجاوزت الأمر ولم تعد تحمل أي ضغينة اتجاهها ولكن للأسف التصرف بهذه الطريقة ليس أمرا طبيعيا وخصوصا بعد فترة قصيرة من الانفصال حيث من المسموح لك في هذا الوقت أن تغضب منه وتتجنبه وتعامله ببرودة وتغلق أي حديث يتعلق به أما التصرف بلطف وانفتاح فيدل على أنك تحاول كبت شيء ما في داخلك والذي هو بالتأكيد حبك له لا تزال تحتفظ بأشيائه ما الذي قد يدفعك للاحتفاظ بتلك الورود القديمة التي قدمها لك في أول موعد لكما أو بالأغنية التي اعتدت أن تسمعها معه سوى أنك لا تزال حبيسا لحبك القديم بكل تفاصيله وحتى لو كنت محبا للتكديس بطبيعتك ومهووسا بجمع الخردة فإنك ستلاحظ أن أشيائه بالذات لها قيمة خاصة ولا يمكن التفريط بها وبالطبع أنت تعلم أنك لن تتجاوز ذلك الشخص أبدا طالما لازلت تحتفظ بأغراضه كتذكار ثمين في صندوق مقفل إلى الأبد من العلامات أيضا التي تدل على أنك لم تتجاوز حبك السابق بعد تسأل عنه كثيرا أنت لست ساذجا لتسأل عنه بطريقة مباشرة وتلفت أنظار أصدقائه إلى بقايا حبك القديم لكن بدلا من ذلك ستحاول أن تتحدث عنه بطريقة سلبية كما لو أنه أسوأ شخص في العالم وعندما يحاول الأصدقاء تهديئتك وإقناعك بأنه ليس بذلك السوء ستستغل الأمر لتسألهم بطريقة غير مباشرة عن أخباره كأن تقول لهم ألم يعد يزعجكم أيضا بإهماله وغروره؟ أو هل من الممكن أن يكون هناك شخص أكثر نحسا مني قد وقع في فخ تلاعبه وتزييفه؟ أو ألم يتم طرده بعد من عمله بسبب سلوكه المتعجرف؟ وفي الحقيقة يقال أن الفضول دائما متعلق بالاهتمام لذا فإن أسئلتك الممنهجة تلك لم تضلل أصدقاءه بل ستثبت لهم أن طيفه لا يزال يزور حاضرك كل يوم ترغب في أن تبقى يا أصدقاء ليس صحيا أبدا أن تطلب من شريكك السابق أن يعود معك إلى منطقة الصداقة فما حدث بالأمس من الصعب أن يتكرر اليوم ويمكن للصداقة أن تتحول إلى حب لكن العكس غير صحيح في 90% من الحالات لذلك فإن رغبتك في البقاء على تواصل معه ومشاركته بعض النشاطات الودية كل فترة ليس إلا دليلا على أنك عاجز عن تخيل حياتك من دونه علم النفس يؤكد بأن السبب الأهم الذي يمنعنا من تجاوز علاقتنا بشخص ما هو ذكرياتنا معه لأن الدماغ يقوم بخداعك بطريقة خطيرة بعد مرور بعض الوقت على الانفصال بحيث يحذف الذكريات السيئة المتعلقة بذلك الشخص أو يجعلها حيادية ويبقي على الذكريات الجميلة التي جمعتك به ويمزجها مع بعض صفاته الإيجابية العالقة في ذهنك ليبدو الأمر وكأنك كنت تعيش أفضل علاقة في العالم وللأسف فإن ضحية هذا الخداع هو شخص عالق في الماضي يبكي بعد كل زفاف وعلى كل أغنية حب وهو غارق في الأحلام التي يأمل فيها أن تعود أيامه الحلوى مع شريكه مرة أخرى من الطبيعي أن تقوم بخطأ كهذا في بداية العلاقة لأنك تكون منشغلا بالتفكير فيه طوال الوقت ولكن كيف يمكنك أن تفسر ذلك بعد انفصالك عنه؟ حسنا بالتأكيد لا يمكنك أن تنساه بسهولة لكن منادات شخص آخر بإسمه هي مشكلة تدل على أنه لا يزال موجودا لديك في اللاوعي وبأنك لم تنجح في التحرر من الأفكار المرتبطة به أنت مستعد لتمنح هذا الحبيب الذي انفصلت عنه فرصة أخرى إن تطلب الأمر فالصفح من شيام المحبين ولكنك لست مستعدا لتمنح ذاتك نفس الفرصة بمعنى آخر أنت لا تستطيع أن ترى شخصا غيره في هذا العالم ولا يمكنك أن تفكر بالارتباط من جديد متذرعا بأنك قد نلت نصيبك من الحب والخذلان ولكنك في الواقع لازلت تقارنه بكل شخص تقابله ولم تستطع حتى الآن أن تجد له منافسا استحقوا أن تنساه من أجله ربما ألغيت متابعته من حساباتك الرسمية لتؤكد له أنه لم يعد مهما بالنسبة لك ولكن هذا لا يعني أنك لن تقوم بالتلصص عليه من حساب وهمي لتشبع فضولك حول آخر أخباره والتقرأ بين السطور مشاعره التي لا يزال يحملها لك أو التي تحاول أن تقنع نفسك بوجودها على أي حال هذا ليس صحيا أبدا ولن يسمح لك بمتابعة حياتك الطبيعية دون أن تلاحقك أطياف حبك السابق تشعر بالسوء تجاه نفسك في كل ليلة هناك بعض الدموع التي تنسكب على الوسادة وبعض الأصوات الداخلية التي تتهمك بأنك من تسببت بإنهاء العلاقة لأنك فاشل ومنبوذ وغير جذير بالحب ربما لن يسمع ذلك غيرك ولكن سيرى الجميع إنعكاسه عليك عندما تختنق دموعك أثناء حديث أحدهم عن الحب ومع كل ذكرى قديمة تقفز إلى وعيك فجأة ستتمنى لو أنه كان بإمكانك العودة بالزمن لتمحوا كل ذلك وتعيدوا بعض السلام والراحة إلى حياتك كانت هذه بعض العلامات التي تدل على أنك لم تتجاوز حبك السابق ولو بعد الانفصال اكتبوا لي في التعليقات آراءكم ومعاناتكم مع هذا الأمر لا تنسوا دعمي بالاشتراك في القناة الضغط على زر الإعجاب ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء ألقاكم في كل حين بإذن الله ضمن أفكار جديدة قادمة السلام عليكم